الشكل بتاع الفريق هو عايز يعمل كثافة او كثافة هجومية ان العيبة تكون عندها كثافة هجومية وتقدر تصنع فرص وهنا بقى السؤال الطريقة دي بتنجح امتى الطريقة دي بتنجح اما يكون المجموعة اللي بتلعب قدام دول مستوى البدني عالي جدا وكمية الضغط على الخصمة عالية جدا يعني تلاقي شيكابالة كل كرة تاختغط يجري وبتاعه بيضغط على اللعيب اللي بيستلم الكرة ومعاه زيزو معاه أشرف روقة نبيل أحمد دونجا مصطفى شلبي الجزيري على السردبكين عشان يستخلصوا الكرة قبل ما تقصل للمناطق الدفاعية اللي عندنا يعني لكن للأسف احنا عندنا اللعيبة بتحاول بتفقد الكرة بالسهولة يعني الميس باس كتير وبالتالي كمان التحول الفريق المنافس قدامي تحول الفريق المنافس قدامي من المرحلة الدفاعية وبناء الهجمة للوصول لمرمانة سهل جدا ليه؟ لأن الالتزام بالنواحي الدفاعية من قبل اللعيبة اللي بتلعب في المنطقة الأمامية ضعيف يعني مش كلهم بس معظمهم النواحي الدفاعية الدفاعية يعني ايه؟ يعني مش أنا حلق يعني أعمل نفسي بدافع وواحد تك تك يضربني وروح ده اللي بيحصل من فريق الداخلية ودي مش كمان مش فريق الداخلية بها فقط النهاردة ما ينفعش رد راكت أن محمد صبحي الجنن في الشروط الأولاني قاعد يزعع وكده ليه؟ لأن محمد صبحي شايف أن الكرة بتجي له بسهولة قوي وأن فريق الداخلية بيوصل للمرمى بسهولة قوي لمرمى نادي زمالك وبناء الهجمة عندهم سهل جدا والتحول من الدفاع للهجوم والوصول لمرمانة سهل جدا بل كمان أن نادي زمالك عنده مساحات ما بين المنطقة الدفاعية والمنطقة الهجومية وبالتالي اللعيبة مش قادرة تنفذ أو معظمهم مش قادرين ينفذوا فكر أسوريو طيب المدرب الشاطر إيه؟ المدرب الشاطر اللي هو عايز يطبق فكره يشوف المرحلة اللي هو عايشها وشايفها دلوقتي يبتدي يشتغل على المرحلة دي إلى حين جلب لعبين من وجهة نظره ومن وجهة نظر النادي يستطيعوا أن هم يعني يطبقوا فكره يطبقوا طريقته لكن أنا دلوقتي ما يكون عندي المدافعين حسام عم بيجيد لعيب بيجيد ضربات الرأس واللعب على المستوى للرأس واللعب العالي والطروع بالهيدرس وكده لكن على مستوى الأرض لعيب بطيء حسام لعيب بطيء وبالتالي لو واحد راح عليه واحد على واحد سهل جدا أن هو يرقصه لأن الخطوات الأولى بتاعت حسام عم بيجيد خطوات بطيئة التكوف زي ما بيقولوا التكوف بتاعهم تكوف بطيء وبالتالي أي واحد قصير قام بيلعب معاه التكوف أسرع بيروح خطوة يسبق يعمل ضرب الجزاء خطوة يسبق ياخده في ظهره خطوة يعمل فنت طبعا كل ما اللعيب بيكون طويل الفنت بتاعه والتحكم في الفوتورك بتاعه بيبقى أصعب وبالتالي من وجهة نظري غير طبعا محمد طارق ما عندوش خبرات حمزة المسلوسي مرة يعني هو مش عارف ما بين باك رايت ولا سير دي باك ثم لعب نص ملعب بينزل محمد طارق بيروح نمار يعني بينزل طبعا سامسون أكيونولا كل دي في لخبطة في الفريق عشان أكون حقاني وأكون بكلم بما يرضي الله إحنا لا نستحق الفوز النهاردة إحنا النهاردة لا نستحق الفوز النهاردة الداخلية أضعت أكبر من فرصة فرص كتيرة جدا وفرص خطيرة جدا ولولا عدم التوفيق كانوا ممكن يجيبوا فينا جون واثنين وتلاتة اشتركوا في القناة